هواوي تطينا جهاز نوفا س اي او نوفا تسعة اس اي لكن بمشاكل و بشغلات محيرة ارقام وهمية زي ليش هذا الشي هواوي خلل نتعرف على سعره وهل يسوى وشلها المشاكل اللي اكتشفتها مع هذا الجهاز خليكم بعد الفاصل السلام عليكم وحتى الله وبركاته ومتابعيني قناة مختاتك كالعاد احنا نعرف ان هواوي ممنوع من الخدمات مع جوجل هذا امر لحد هسه لحد هذه اللحظة هو امر خلي هواوي تطلع من المنافسة بالسوق العالمي السوق الصيني حتى السوق العراقي تحديدا ليش لان هواوي الهج ومهور كلش حلو لكن هواوي لما تنزل الجهاز حتى مع عدم وجود خدمات جوجل وتنطي ارقام وهمية او ارقام بتعديلات سوفتوير هذا الشي ما مقبول نهائيا نهائيا ما مقبول فالجهاز اليوم راح نسولف عنه بشكل سريع ومختصر هو جهاز من الفئلة الاقتصادية يجي مع معالج 680 الفور جي باعتبار هي مسموح لها تستخدم هذه المعالجات الجهاز راح يقدم لك شاشة اول شي شاشة هي يعني برقميا او كاعلان اي بي اس ولكن هي بالحقيقة تي اف تي حتى مو التي بي اس يعني التي بي اس افضل من تي اف تي معدل تحديد 90 هيرز استغلت الشركة بوجود المعالج او بدعم هذا المعالج لهذه الشاشات ومعدل لمس 272 نجي الى مسألة الكاميرا الامامية راح تكون هي مع 16 ميجا بيكسل فقط ككاميرا امامية على هذه الشاشة ما عندنا الغطاء الخلفي والتصميم كلها معاد ومكرر مريد انسولف عليه حتى مناخذ وقت نرجع الى مسألة الكاميرات الرباعية الخلفية هذه الكاميرات اول وحدة هي 108 ميجا بيكسل هذا بالاعلان وبالموقع الرسمي ولكن بالحقيقة المعالج ما يدعم هذه الكاميرات ما يدعم 64 ميجا بيكسل كاقوى طاقة الى المعالج فهنانا يتم معالجة الصورة بعد اخذ الصورة بدمج البيكسلات مع وجود هذا المستشعر بعملية السوفتوير ذكاء الصناعي المتميزة بهواوي حتى تنطيق 108 ميجا بيكسل يعني بما معنى خلق فسركم اياها سواء الهواوي غير هواوي بشكل مختصر تجيب صورة على الفوتوشوب واتكبر تعليل رزيليوشن او تقلل رزيليوشن بتعديلات لما نسوي الكير لما نسوي الإضاءة الى آخرين ونعدل هذا الالوان نأتي الى مسألة 8 ألترا وايت واثنين للعزل واثنين للماترو قدرة هذه الكاميرات فولد اجدي عند 30 فريم نأتي الى مسألة امور الثانية او الخطأ الثاني ايضا وجود بطارية بحاجة 4000 ميلي ام ومع شحن 66 واط هذا المعالج يدعمل كويك شارج 3 والكويك شارج 3 اقوى طاقة الى في بعض الانواع ينصل 36 واط ولكن الدفولت مادة تقريبا 18 واط فهذا ايضا خطأ وهمي حطت الشركة كارقام حتى تبيع يعني انت ما عندك خدمات جوجل وتطين ارقام مهمية صعب مو بحق هواوي تحديدا هواوي انت شركة قدرت بزمن جدا بسيط انه تستغلين وتحصلين جمهور وتنافسين الشركات ثانية فهذا غير مقبول نهائيا بعد هذا الموضوع نجي الى مسألة انه الباكيج هذا كله مع وجود رامات الرامة 822 جيكا بايت على هذه النسخة والسعر 250 دولار فشاشة كاميرات تي اف تي هذه الامور حتى مع وجود خدمات جوجل عنده 260 دولار اللي راح ينعضر بالسوق العراقي ما مقبول نهائيا نهائيا ما مقبول فبشكل عام انا حبيت اوضح بس هذه الامور وانتبق الخيار اليك اذا انت حاب هواوي تاخذك كشكل كتصميم كامور هاي اللي حشيناها بشكل مختصر ولكن انتبه للارقام وليس فقط هواوي كل الشركات بعض الشركات سواء هذه الحركة فحبيت اوضح لك بشكل مختصر وسريع انبهك ونموهك على هذا الموضوع تحياتي لكم ونشوفكم بحلقات ثانية عن اجهزة موجودة بالسوق العراقي بارقام مهمية او عدم وجود ارقام مهمية في مالاق